قال محافظ المحويث الدكتور صالح سميع إن ثورة السادس والعشرين من سبتمبر كانت بمثابة ولادة جديدة للأمة اليمانية وأنه من حق اليمنيين أن يفخروا بهذا اليوم التاريخي وأن يتمسكوا به وأكد سميع في حديث لوكالة سبأ قدرة الشعب اليمني على إنهاء الانقلاب الحوثي مشيرا إلى أن الحوثية حركة عابرة وهي أكثر قبحا من نسخ الإمامة السابقة وجدد سميع ثقته في قدرة الشعب على إنهاء الردة الحوثية القبيحة عن الثورة والجمهورية موضحا أن ما تقوم به جماعة الحوثي هو خدمة لنظام ولاية الفقه وإذان اليمن وإذاء اليمن ودول الجوار في الجزيرة العربية